كما جدا إزاي نكتب باياجرافي سيرة ذاتية لأحد الأبطال يعني قصة حياته فأنا هعمل لها سيشا مخصوص غير ده عشان نشتغل مؤلفين مين عايز يقلف مع ميس إيمان؟ بس لو أول مرة تشوف القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك بأية الدروس ولايك للفيديو هتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام للتواصل والتدريب بس قبل ما نبدأ عايز أقول لكم أن بؤلز وسوسكا وبيزيبي بيعتذروا النهاردة عن الحضور عشان هم بيذكروا عشان الاختبارات بس بيوعدوكم أنهم حييجوا السيشا القادم يسمعوا معاكم القصة The Reader وحيساعدوني في شرحها كمان دلوقتي يلا بينا نبدأ لتس جو زي ما قلتلكو حبايبي البيجرافي حنزل بي فيديو صغير كده عشان هو مهم جدا نقول الأول الكلمات بتاعة الليسن كبر الشاشة وردد ورايا كلمة كلمة وأنا حقول كتير أولمبيك يعني أولمبي زي أولمبيك جيمز اللي هي الألعاب الأولمبية أولمبيك 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 أولمبية بلير بلير يعني لاعب وأنا عندي طبعا عارف أن بلاي يعني يلعب ده فيرب بلاي فيرب أنا لو زودت لها ائي قرحة تديني اسم الفاعل يعني الشخص اللي بيقوم بالفاعل اللي هو هنا لعب يبقى بلاي يلعب بلاير بلاي بلاير بلاي بلاير أما أثليت يعني رياضي أثليت والتي إيتي هنا الثه وطلع لساني والإي اللي بعد الإيل بقولها لونج عشان بعدها تي ساكن وبعدين الماجيك إيه الإيه السحرية أثليت 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 الإنسان الرياضي اللي بيمارس الرياضة أثليت وارر بلوشن أو ووتر بلوشن هو تلوث المياه وبلوشن حبيبي اللي هي تلوث فيها تي اي او ان قلنا بنقولها شان شان بلوشن وفي نطق تاني لها بلوشن 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 تلوث اونر يعني شرف أو فخر اونر يعني حد يجي له فخر أنه هو بيمس البلده في بطولة ما أو كده فاسمها اونر ألاحظ هنا يا حبيبي أن الاتش أنا ما بنطقهاش الاتش هنا سايلنت والأو بقولها آ يعني آنر لها نوط غير كتابتها شوي آنر 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 تايكواندو خدناها قبل كده طبعا تايكواندو 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 اللي هي الماديلية البرونزية في المركز الثالث و هنا الأوبرت بقولها آه براونز ميدل برايز برايز اللي هي جائزة برايز 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 او يأذي ولكن هارمفول أما زود لها في وقيل تبقى صفة يبقى أوصف شيء إنه هو ضار أو مؤذي هارمفول 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 باياجرافي سيرة ذاتية باياجرافي يعني قصة حياة حد أكتب عن حد تولد إمتى عمل إيه إنجازاته إيه وهكذا باياجرافي باياجرافي وهنا الاي بتبقى لونج عشان بعدها او والاو بتبقى اا بايا باياجرافي باياجرافي والبي اتش ف ف باياجرافي فلايج علم فلايج 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 علم زي علم مصر كده فلايج 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 awards يعني جوائز awards 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 جوائز awards awards training تدريب training 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 وهنا برضو لأنه الجي مع بعض بيتنطقوا training 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 تدريب طيب train بس train بس كاسم بتيجي بمعنى قطار ملهاش علقه بالموضوع خالص وكذرب بتيجي بمعنى يتدرب يتمرن أما زودت لها ing تحولت لإسم الفعل خدوا بالكم el-er بتحول الفعل لإسم الفاعل يعني الشخص اللي بيقوم بالفعل مثلا play يلعب زي ما قولنا player لعب لكن play يلعب playing لعب بقى بقى اسم وهكذا train يتدرب training تدريب بقى اسم أحط ing للفعل يديني اسم الفعل الفعل اللي بيحصل ده اسمه ايه اسمه التدريب أحط er للفعل يديني اسم الفعل الفعل يعني الشخص اللي بيعمل الفعل ده اللي بيلعب أو اللي بيتدرب أو اللي بيسبح اسمه ايه وهكذا طبعا فيه إضافات تانية بتجيب لي اسم الفعل بس احنا بناخدها واحدة واحدة famous famous مشهور famous 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 مشهور ودي طبعا adjective صفة بوصف بيها حد انه هو مشهور sportis person يعني شخص ريادي شخص بيمارس الرياضة sportis person person مش person خدوا بالكم person اللي قوه هنا شواء خفيفة sportis person طبعا اللي امتابع معايا على طول تعود بقى على ايه شواء يعني خلاص تعودنا بقى على الحاجات دي sports sports person sports person sports person sports person ولاحظوا ان هي كلمة واحدة يعني ما بكتبش sports واسيب مسافة لا هي just one word sports person bronze bronze اللي هو البرونز المدالية البرونزية يعني bronze وانها فوق water bodies او water bodies اللي هي المسطحات المائية واحنا عارفين bodies هي جامع body body اصلا معناها جسد جسم يعني وطبعا body يا حبيبي اخرها y وقبلها d اللي هو حرف consonant second فاذا لما اجمعها بحذف ال y واحط i اي اس عشان ال y قبلها سكن لكن لو كان قبلها متحرك انا بخاف من المتحرك مش هحذف ال y ولا حاجة هحط ال s وخلاص body bodies لكن هنا جاية بمعنى مسطحات مائية habitat اخدناها قبل كده يعني بيئة او موطن يعني المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي habitat 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 garbage يعني قمامة garbage 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 وهنا ال g وقع بين متحركين two vowels اللي هو a وال e فاذا بتتنطق زي g garbage 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 قمامة garbage person 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 شخص person person مراكن مراكن هو الشخص المغربي اللي جاي من دولة المغرب والمغرب يعني مراكو مراكو مراكن مراكو مراكن مراكو مراكن وال a هنا اللي بعد c برضو شواء ما بقولهاش مراكن لا مراكو مراكن كأنها مش موجودة كن على طول مراكو مراكن المغرب مغربي طبعا سواء اسم الدولة او الجنسية اللي اتنين لازم اول حرف فيهم يكون capital ايا كان المكان اللي حكتبوا فيها في الجملة الامة هنا في الحالتين capital special needs يعني احتياجات خاصة special needs special needs special needs special needs احتياجات خاصة special needs special needs against ضد against 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 يعني حد بيلعب ضد حد against 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 combitator يعني منافس combitator 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 الفاضي يعني بدون فائدة waste يعني يهدر وهنا جايب معنا مهدر وخدوا بالكو يعني ضيع الفاضي كلها كلمة واحدة مفيش فراغ بينهم waste water waste water waste water واللي عايز يقولها waste water ماشي صح chemicals chemicals مواد كيميائية chemicals chemicals أما الكائنات الحية فهي organisms organisms كائنات حية وهنا الاسس اللي اتنين بيتنطق وزد organisms 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 gold دهب طبعا عرفينها gold achievements انجازات achievements achieve يعني يحقق انجاز achievements achievements انجازات achievements achievements ch 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 achievements 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 successful ناجح successful 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 برضو success النجاح زودت لها f u l بقت successful ناجح صفة اوصف بها حد ان هو ناجح ريو اولمبيكس اللي هي دورة ريو للالعاب الاولمبية دي بطولة اولمبية اتعملت في مدينة ريو اعتقد ريو دي جانيرو او حاجة زي كده انا مليش قوي في الالعاب الرياضية بصراحة اللي يعرف ريو دي هي ريو دي جانيرو ولا لا يكتب لي في التعليقات therefore نتيجة لذلك therefore therefore سهلة therefore therefore أجري كالترال يعني زراعي خدنيها دي أجري كالترال 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 سهلة جدا دي. هنا جايب لي الأفعال الربس الأفعال المنتظمة اللي هو بجيب المدارع احط له اي دي او دي او اي اي دي ديني الباست الماضي والأفعال الاريجولر اللي هي الماضي بحفظه بيبقى مش شبه المدارع خالص او هو هو حتى بيبقى نفس التصريف يعني المهم الاريجولر كل فعل بيتحفظ لوحده منفردا ايه الباست بتاعه الماضي بتاعه نشوف هنا عندي اول حاجة كاري كارت كاري طبعا يعني يحمل وكاري اخرها واي وقبلها ار اللي هو كانسلينت ثكين ثكين فححزف الواي وحط اي حولها ال اي وبعدين حط اي دي عشان انا عايز اقصر احط اي دي كاري كارد جوين جويند ينضم إلى أو يلتحق به كنتينيو كنتينيو د كنتينيو كنتينيو د نلاحظ هنا حبيب ان انا حطي دي بس عشان الفرب اصلا اخرقه كمبيت كمبيتد الى هى يتنافس ينافس حد يعني كمبيت كمبيتد كمبيت كمبيتد كيل 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 كيلدي دستروي 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 نلاحظ حبيب ان هنا اخيرها y ومع ذلك ما حزفتهاش محطتش مكانها i وبعدين حطت ed يطرا ليه يطرا ليه يطرا ليه منعرف ليه عشان وي هنا قبلها أو والأوفا والحرف المتحرك وأنا بخاف من الحرف المتحركة ما ليش دعوة ما بشيلش الواي ولا بعمل حاجة حط الإيدي واجري أفايد أفايدد أفايد أفايدد يتجنب أفايد أفايدد أفايد أفايدد الباكس التاني بقى فيه اللي هي الأفعال الغير المنتظمة اللي هي بحفظها وين وان وين وان زي نمبر وان وين وان بكم 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 لوز لاست هنا القوب بتاعت مش لوست لاست بقولها أ لوز لاست لوز لاست لوز لاست بير بور بير بور بير بور يالد جاية من بيرث اللي هي الميلاد اللي بنروها في حفلة عيد الميلاد بيرث داي يعني يوم الميلاد عيد الميلاد بيرث ميلاد بير يلد عندنا هنا بعض التعبيرات المهمة يعني ولد في تاريخ دي بيجي بعدها التاريخ طبعا هو ان احنا نقول عليها غير درجة شوية عشان كله بيقول بس هي الامريكان بتاعها ولد في تاريخ بيجي بعدها تاريخ يعني اكتر من معلومة عن التوقيت اسم الشهر والسنة واليوم كده يعني لكن لو جيه مثلا الشهر بس بيبقى إن السنة بس بيبقى برضو إن لكن اكتر من معلومة بيبقى on was born on with special needs يعني من زوي الاحتياجات الخاصة with special needs with special needs add the age of في عمر add the age of اخدوا بالكوا هنا عندي age الجي هنا بيقولها جا جا عشان بين متحركين زي ما قلتلكم بتتنطق زي جي add the age of at the age of في عمر كذا يعني اقول مثلا add the age of six i went to school في عمر الست سنين انا رحت المدرسة كمبيت اجناست يعني يتنافز طد قلناهم دول قدام go into ينتقل الى go into go into go into practice hard يعني يتدرب بجدية practice hard practice hard practice hard practice hard famous for على طول famous بيجي بعدها حرف الجر for اذا كنت عايزة اقول مشهور بي لكن لو عايزة اقول هو مشهور he is famous بس لكن هو يشتهر بي يبقى famous for famous for famous for famous for when middle يعني يكسب او يفوز بمداليا when middle when middle when middle hold for hold for hold for يحمل لي hold for هنشوف دلوقتي المعنى بالتحديد في القطع hold for such as such as such as such as يعني مثل such as هدايا ملاك هدايا ملاك is the famous Egyptian taekwondo player هي لعبة taekwondo مصرية شهيرة جدا عشان حققت انجازات كبيرة تعالوا نشوفوا الانجازات بتاعة هدايا ملاك اول حاجة بيقول لي who the famous sportist person is من هو الشخص الرياضي اللي هنتكلم عليه وبعدين بيعرفني على الشخصية الرياضية اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي هي هدايا ملاك فبيقول لي هدايا ملاك is a famous Egyptian taekwondo player يعني هي لعبة taekwondo مصرية Egyptian ده اسم الجنسية واحنا طبعا Egyptian لازم لقيه تبقى capital عشان ده اسم جنسية زي اسم البلد بالزبط بيبقوا capital واحنا متعودين حبيبي ان شن بتبقى tion احفظ كده اللي شن بتاعة Egyptian مميزة t-i-a-n t-i-a-n Egyptian taekwondo player لاعبة taekwondo she is one of the two people هي واحدة من الشخصين two people اتنين شخصين هو كارد اللي حملوا the Egyptian flag العالم المصري at the Tokyo Olympic Games في الألعاب الأولمبية اللي تعملت في توكيو توكيو دي اللي هي عاصمة اليابان in 2021 في 2021 لاحظوا انا قريت 2021 ازاي قلت 20 21 قسمتها 20 21 this is a great honor هذا a great honor يعني شرف عظيم شرف عظيم ان هي حملت العالم في ال Olympic Games الألعاب الأولمبية طبعا في التابور اللي هو بيعرضه في الفرق المشاركة في المسابقة further information معلومات أكثر من ذلك about hair sport عن رياضاتها الرياضة يعني اللي بتلعبها and hair achievements وإنجازها further أبعد وهنا مقصود بيها أكثر طبعا احنا كل الكلمات قلناها الأول باستفادة جدا وفهمناها كويس هنا بيكملي عن هداية وبيقول هداية was born on April 21 1993 93 يعني تولدت في 21 إبريل سنة 1993 ألاحظ برضو هنا April 21 وبعدين السم 19 93 بتتقرى كده السنوات she began practicing هي بدأت التدريب ولاحظ practicing برضو يا حبيبي I انجيش عن التدريب زي ما قلنا taekwondo بدأت تتدرب على taekwondo at the age of seven في عمر السبع سنوات and won many prizes وكسبت كثير من الجوائز at the age of 14 في عمر الـ 14 سنة هداية won many important awards هداية كسبت كثير من الجوائز الهامة important awards جوائز مهمة she won the bronze medal at the rio olympics in 2016 هي كسبت المدالية البرونزية يعني المركز الثالث في بطولة rio اللي هي سنة 2016 2016 طبعا المركز الثالث فيه مسابقات كبيرة زي كده زي المسابقة الولمبية دي بيبقى مركز كويس لانه بيبقى فيه كل اللعيبة من كل انحاء العالم وبرضو كسبت المركز الثالث في توكيو in 2021 في سنة 2021 هنا بيقول لي something else شيء اخر هي تشتهر بي يعني هيكلمني عن الحاجات اللي بتشتهر بيها هدايا غير الانجازات الرياضية فبيقول لي هدايا is a very kind person انتوينتي سكستين في آآ 2016 she helped a murakin athlete with special needs رجاء قرماش طبعا يا حبايبي ده موقف مشهور جدا لهداية ان هي كانت بطولة اللعاب لزوي الاحتياجات الخاصة وكان في لعبة مغربية اسمها رجاء قرماش وكانت هتلعب في البطولة بس ما فيش حد يلعب قصادها فما كانتش هتلعب فهداية لعبة قصادها عشان خاطر تمكنها ان هي تكسب في المباراة طبعا هي خسرت لها وخلتها تكسب في المباراة عشان خاطر ان هي ترفع من التصنيف العالمي بتاعها فهي ساعدتها في رفع مستواها وترتبها على العالم ولو ما كانتش لعبت قصادها ما كانتش هتلعب أصلا عشان ما كانش فيه حد يلعب قصادها فهنا هو بيقول لي على الحكاية دي فقال لي رجاء had no one to compete agonist ما كانش عندها حد تلعب قصاده so هداية become her competitor أصبحت هي المنافسة بتاعتها and lost وخسرت هداية خسرت المباراة قدامها طبعا عشان خاطر هي نزلة مخصوصة شون تخسر رجاء could therefore win the gold medal المداليا الزهبية it was very special moment for her وكانت دي لحظة مميزة جدا بالنسبة لها ان هي كسبت بالمداليا الزهبية في المسابقة طبعا المسابقة دي كانت هنا في بورسعيد بعد كده بيقول لي what هداية will do next هداية هتعمل ايه بعد ذلك what does the future hold for هداية ماذا يحمل المستقبل لهداية she's practicing hard هي بتتدرب بجدية she really wants to win a gold medal هي فعلا عايزة تكسب ميداليا دهبية يعني ما اكتفتش بالبرانز ولكن عايزة تحسن مستويها وتجيب مركز اول وتاخد gold medal دلوقتي حبابي المفروض ان احنا هنكتب ازاي نتعلم ازاي نكتب biography بس احنا لسه عندنا الجزء التاني اللي هو lesson 6 وموضوع كتابة biography ده مهم وعايزة تركز فيه فانا دلوقتي هكمل unit 6 وحنزل session مخصوص how to write a biography ازاي تكتب صيرة ذاتية حنزله على طول بعد ده وحيبقى session فقط بعنوان كيف how to write a biography زي ما بنزل لكم sessions كده بالparagraphs يلا بينا نكمل طبعا احنا اخدنا session اللي فات تكلمنا عن pollution التلوث فهنا بيكلمني عن water pollution التلوث الماء when harmful chemicals go into water لما الكيميويات الضرة هارمفول طبعا اشرحنا زي ما قلت لكم الكلمات بالتفصيل بتذهب الى الماء المسطحات المائية bodies like rivers مسطحات مائية مثل like هنا جاب معنا مثل الانهار lakes البحيرات and seas البحار we call this water pollution بنسمي هذا تلوث ماء water pollution تلوث الماء can kill organisms can kill organisms يعني من الممكن ان يقتل الكائنات الحية organisms that live in the water التي تعيش في الماء such as fish مثل السمك birds الطيور and crabs الكابوريا it can also kill هي تستطيع ايضا ان تقتل بتتكلم عن برضو عن chemicals birds that eat the fish الاسماك الطيور اللي بتاكل الاسماك يعني هي بتسمم الاسماك فتيجي الطيور تاكلها فتيجي الطيور برضو تموت water pollution تلوث الماء can cause animals to lose their homes cause يعني يسبب يسبب ان الحيوانات تفقد مواطنها الموطن يعني المكان اللي بتعيش فيه او البيئة يعني اللي بتعيش فيها and changes their habitats وتغير البيئات بتاعتهم يعني البيئة تتغير صفاتها بسبب المواد الكيميائية فتصبح غير صالحة لحياة الكائن الحي سواء كان حيوان او حتى نبات فبكده حبيبي نعرف ان chemicals very dangerous خطيرة جدا هنكمل وكبر الشاشة او لو معك الكتاب بتاعك بص فيه هو النص موجود في جميع الكتب الخارجية جايب لي المشكلة جايب لي causes المسببات اول حاجة causes المسببات بتاعة water pollution تلوث الماء اول حاجة قال لي waste water from things toilets and shower اللي هي المية المهضرة من الاحواض والحمامات و دورات المياه toilets يعني دورات المياه و showers اللي هي الحمامات second تاني حاجة الهالي waste water المياه المهضرة and chemicals والكيمويات from factories من المصانع بعد كده عندنا waste water from agricultural land المياه المهضرة من الاراضي الزراعية and cities والمدن into rivers في الانهور يعني كل المياه الغير صالحة دي لما بتخش في الانهار مياه الانهار بتلوسها طيب المياه بتاعت الريفر دلوقتي أصبحت polluted ملوسة طيب احنا بقى ما نشربها هيحصل ايه ده الافكتس الاثار فبيقول لي هنا dirty water can make children and old people ill بمنتهى البساطة ان المياه المتسخة دي dirty make هنا جاية بمعنى يجعل يبقى المياه المتسخة تجعل children and old people الاطفال والناس الكبار في السن المرضى polluted water المياه الملوسة destroys wildlife in rivers المياه الملوسة دي بتدمر الحياة البرية في الانهار يعني الحياة الطبيعية اللي في الانهار بتتدمر بسبب تلوس المياه اخر حاجة بقى بيقوللي solutions اللي هي الحلول ازاي احل مشكلة water pollution اللي هو تلوس الماء بيقوللي save as much water as possible يعني حافظ على المياه بقدر الامكان كلمة save لها معنى ينقذ ويحافظ ويدخر يعني ما اقول بحوش فلوس يبقى save money انقذ حياة حد save my brother مثلا انقذت اخي وهنا جاية بمعنى يحافظ take short showers خذ خذ حمامات قصيرة طبعا احنا عارفين shower يعني حمام بالدوش لكن bath بقى حمام بالبنيو فطبعا البنيو ده مشكلة كبيرة لانه بياخد مياه كتير جدا عشان يتملق فاذا هو الافضل short showers اللي هي الحمامات اللي بتدوش القصيرة كمان بسرعة يعني والناس اللي بتعد الساعة تحت الدوش كفاية بقى avoid running water يعني تجنب المياه الجارية واخر حاجة never never يعني ابدا يعني بينهيك نهي تام never through garbage لا تلقي ثرو يعني يلقي لا تلقي القمامة in or near a lake or beach يعني عمرك ما تربي القمامة in يعني في او نير بقرب يعني لا في المياه ولا قربها حتى a lake ولا قرب بحيرة or 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 beach او شاطئ يبقى من الميش المياه ابدا ولا في المياه ولا جنبها وكده حبيبي يبقى احنا خلصنا lessons five and six except باستثناء biography اللي هي حنزلها لكم بوضوح تام ما تقلقوش ابدا 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 لو استفدتم السيشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيمين